كل مهم في المباراة دي وموسي ماني على الجانب الآخر يعمل ايه في ظل الغيابات اللي قد مؤثرة يعني قد جازمة اكيد علي معلولة وبيصنف على مستوى أفريقيا من أحسن بكات ليفت في أفريقيا لعيب دولي عنده خبرات فارق كبير جدا مع أدايا النادي الأهلي حتى في المباراة مفتاح لعب ومهم من النادي الأهلي لكن هنا الحاجة نشوف محمود وحيد دخل بيقدي في المكان ده بتشوف أيمن أشرف بيقدر يقدي في المكان ده ودي مكوامات الفرق الكبيرة ان انت يبقى عندك البديل بيقدر بنفس الصورة للأساس بيلعب بيها لكن فارق النادي الأهلي يعني اي حد بيلبس شرط النادي الأهلي هو بيبقى جدير ان هو يقدي الدور اللي عليه ويمكن شوفنا أيمن أشرف قدر في المكان ده بدينا اللي عليه معلول في كاس علام الأندية وقدر بشكل جيد على الغير المتوقع ومباراة في الدور ومحمود وحيد بردو بيقدي بشكل جيد لكن هنا عشان كده بنقول المدير الفني بمصمم على 14 لعيب ده ظاهرة تبقى سلبية لكن ان انت تعتمد على 25 لعيب حان في حالة غياب علي معلول غياب أي لعيب التشكيل او الأداء بتاعنا ده أهلي ما تقصرش بيتعرض لانتقادات برضو أكيد أكيد الروتيشن ده بيعرضوا لانتقادات بالرغم من تحقيق الأرقام ونتائج هو أنا زي بقول لحضرك في الأول ان المجلس دارة النادي هحسب على البطولة لكن الانتقادات اي طبيعي ان انت كمدير فني النادي الأهلي اتعرض لانتقادات زي ما الناس بتشكر فيك زي ما الناس ستنتقدك لكن مهم جدا انت تعالج سلبياتك كمدير فني وفي الأول وفي الآخر انت بتحقق المكسب بتحقق التلاتة بونت برغم ان النادي الأهلي بيختلف عن أي نادي تاني انه هو بيلعب في أكتر من بطولة وبتعرض للإجهاد المستمر كل أربعة يام مباراة فيسفر في أفريكا بجداري جعلها في الدوري بعد كداري سفر أفريكا تاني فده إجهاد أي فريق في مصر ما بتعرضش الإجهاد ده فده لازم يتحط برضو في الحزبين بتاع الناس ان النادي الأهلي منكون مباراة مباراة عشان كده ما بيحصل عملية الروتيشن في اللعيبة ده مهم جدا ان الخمسة وعشرين اللعيب يبقى رجلهم في الملعب عشان فرمتوا المباراة طب بالنسبة للروتيشن وتكلمت على أيمن أشرف وتكلمت على محمود وحيد وجهة نظرك الفنية او متطلبات المباراة اللي جاية تفتكر على المستوى الباك الشمال نطلع أيمن أشرف ويلعب ياسر إبراهيم كسردباك ويبقى محمود وحيد معك ولا تكمل تدي محمود وحيد وتستفيد بأيمن أشرف والسنائي او الدويتو الرائع اللي بيعمله مع بدر بنون فنيا انت شايف أيمن أشرف المباراة دي محتاجينه كباك شمال ولا نشتغل بمحمود وحيد ويبقى أيمن أشرف في سردباك اكيدك التنهاني في المباراة اللي فاتت كنا منشوف ان مستر موسيماني بيتطرق لطريقة 4-3-3 لكن اول ما بتلعب بطريقة 4-3-3 ده بيديك مؤشر ان الراجل عايز يقام من نص الملعب عايز يدافع بشكل جيد لكن انا بشوف الطريقة المناسبة لنادي الاهلي 4-2-3-1 حتى لو عايز يدافع بس بتكلف طرفين الملعب بأدوار دفاعية لكن انا بشوف ان المباراة زي دي انت محتاج أيمن أشرف بيدافع بشكل جيد محتاجه كسردباك؟ كباكليفت كباكليفت يلعب جنب بدر بنون وايمن أشرف يبقى باكش مال على اساس بيعمل ممكن عنده الحالة الدفاعية ممكن يدفع لك 70 او 60% وبرضه ايمن بيقدر يهاجم وممكن تدي حرية ان نحن تاني محمد هاني يعني محمد هاني وتبقى مثبت 4 وراء او 3 وراء تمام؟ تلعب حالة دفاعية جيدة مع سبت حمدي فتحي في نص الملعب وتدي حرية اكتر لمحمد هاني ان انت برضه كابتن هاني احنا مش عارضين ندي الفريق اكبر من حجمه وانت مهم كمستر مسلماني ان النادي الاهلي على طول هو عظم ندي في افريقيا ومحاق البطولة فطبيعي ان انت تنزل تفرد اسلوب لعبك وما تديش الفريل التاني أكبر من حجمه وانت زي ما هو عامل حسابك زي ما انت عامل حسابك أضعاف لأن انت فريل محق البطولة النادي الأهلي في أفريقيا هو كتاب مفتوح لكن ما يميز النادي الأهلي أنه عنده مفاتيح لعب كتير جدا عنده بدايل تقدر تفيدك انت كمدير فني أن انت تغير من أسريب لعبك داخل الملعب عندك اللعيبة بتلعب أكتر من مركز دي بيديك مرونة تكتكية حتى مش لازم يخسرك تغيير لكن ممكن تبدل من جوه الملعب لكن في الحالة دي حتى لو لعبت أي من أشرف وحصل حاجة مثلا في الاستبارات في السردباكات انت ممكن تدخله كباكلفت كسردباك وتنزل محمود وحيد حسب مجرات المباراة لكن مهم على مستر مسماني أنه هو يقسم المباراة يعني يقسم المباراة أول ربع ساعة هيعمل إيه اللي قدر لجي فينا إن شاء الله ربنا يكرمنا أول ربع ساعة نجيب جون يفرق معنا في مجرات المباراة ده بقى اللي عايز أخد برضو حضرتك فيه يعني كمان قد إيه مهم أن أنت هتسجل بدري وده يمكن الفريق النهاردة ما بيحققوش بشكل كبير على موضر المباراة اللي فاتت تحديدا شوية الليلين اللي فاتوا فقد إيه مهم أن أنت النهاردة فيتا كلب رايح جاي النهاردة يعني تهدف بدري تبقى مركزوا النقطة دية بدري التد صح اللعبة في إيه في الجزئية دي في الجزئية دي هي بتبقى الأغلب اللي في الموقف دوت للمدير الفني أكيد تعلمين طبعا مدير الفني أكيد إنه هو بيبقى مأمن دفاعية لكن مهم جدا أن أنت مع الحالة جس نبض الأولينية أنت أخذه المبادرة أو أن أنت ممكن تعمل ضغط عالي من قدام أن أنت ما تسيبش الفريق لأن فيتا كلب من الفرق اللي بحب تلعب كورة وعندهم مفاتيح لعب كبكرايت بيهجموا من ناحية دي كويس عشان كده بقول لك كابتن سيد سيام إن أيمن أشرف مهم